استمرتي في السباحة كم سنة متصلة؟ 25 سنة من بداية مرحلتك صح؟ بالضبط ما شاء الله عليك طيب السباحة لشخصيتك أنت أفادتك بإيه؟ حاجات كثيرة قوية بصراحة يعني من أول تحمل المسئولية لتنظيم الوقت لإدارة حياتي لتكوين شخصيتي والاعتماد على نفسي حاجات كثيرة جداً يعني لو أعطى تكرها كده هنقض كثير طيب فجأة قال ما يعاطف هتترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي وأنا عايز أقولك أنه أنا معلوماتي أن الكابت محمود الخطيب على رأس القائمة بتاعتكم لما عرضت بعض الترشحات وشاف السيفي بتاعك انحزلت جداً وأعتقد كان متحمس للنموذج بتاعك وعايز أقول لحضراتكم أنه حتى حكماء النادي الأهلي عشان تشوفوا قد إيه العين الخبيرة الحريصة على النادي الأهلي لما تعرضت عليهم السيارة الذاتية والداتة الخاصة بكل السادة المرشحين كل خبراء أو كل حكماء النادي الأهلي في لجنة الحكماء شاوروا للكابت الخطيب على مية عاطف بصوا العين الحكيمة الخبيرة الحريصة على مستقبل النادي النموذج اللي انتم شايفينه قدامكم كفيل إنه يقدم لكم قد إيه النادي الأهلي غاني بولاده وغاني بالنموذج النكحة جداً اللي عندها نبوغ علمي ورياضي بهذا المستوى قولي لماي عرفت زينك هتترشحي وفكرت في الترشيح إزاي وأول مرة قابلت الكابتن الخطيب إلا حصل والحقيقة أنا طبعاً يعني جالي تليفون من بعض المقربين لي وطبعاً الكابتن محمود الخطيب كلمني كنت حاسة طبعاً بالفخر الشديد جداً جداً أنه أنا هقدر ممكن أكون في مكان زي ده وأكيد أي حد ما كان يعدى بالمشوار الرياضي اللي أنا عدت به في النادي الأهلي من إنجازات وابطولات كلها أكيد هيكون حلمه أنه هو يبعوضه المجلس الإدارة ويقدر يخدم النادي ويرد جزء من الجميل اللي النادي عمله له فطبعاً ده كان يعني حلمه حاجة أنا بفتخر وبتشرف بيها وطبعاً بشكر الكابتن محمود الخطيب على ثقته العالية فيها جداً ويا رب إن شاء الله أكون قد المسئولية دي إن شاء الله وطبعاً بشكر لجنة الحكماء وكباره ورموز النادي وعرفت كمان بشموه أندس وليد مبروك رئيس اللي جان العلي هو الرشحني كمان من دون الناس دي فبشكرهم كلهم فعلاً يعني شوفي كل اللي بشار على حد ناجح جداً بيهموا نجح المكان ودي للأمانة يعني دي أمانة الاختيار عند كل الناس المسؤولة في النادي الأهلي السقة دايما بتبقى مفهاش مجاملة بتبقى السقة في الاتجاه اللي هيخدم النادي صح مكالمة الكابتن الخطيب قالك إيه؟ الحقيقة كنا المفروض يعني فيها زي تعارف أكتر شوية ويعني نقدر نقول ترتيبات للمرحلة القادمة إن شاء الله عشان دي أكيد مرحلة مختلفة خالص وهو كان بيدعمني جداً ويعني كان بصراحة يعني بمثابة أب فعلاً بيدعم وبيزق ابنته وعايز فعلاً يكبرها جداً جداً وفي نفس الوقت بيديها مسؤولية كبيرة ومتأمل فيها أنها إن شاء الله تكون قدها يعني وده أنا كنت حساها جداً منه إن شاء الله أدهه أدود يا مية حنشوف جانب من كلمة الكابتن محمود الخطيب وهو بيقدم أعضاء قيمته كنشايف مية عاطفية وبنحق رؤى النادي إن إحنا بنحضر كوادر جديدة بنتنا اللي هي برضو عنصر النساء اللي موجود مية عاطف مية عاطف هي سباحة بنادي الأهلي بطلة مصر بطلة أفريقيا مية عاطف 30 سنة مية عاطف نجحة جداً في شغلها وهي برضو مهندسة أعتقد معمرية مية السلوك والخلق والرياضة من أول ما دخلت النادي وهي ليسة طفلة صغيرة لغاية النهاردة مثالية ما اسمعناش عنها مرة إن في مشكلة حصلت ما اسمعناش مرة إنها تدخلت في حاجة مش مصبوطة أعتقد إنها من الكوادر اللي بنقدمها واللي أنا شايف إن شاء الله إن دي ممكن تبقى أعتقد ناجح جداً بشابة شاب بأننسة سمن وزهير يستطيع مع الخبرات يكون في مكانة تانية هو دي اللي احنا تواصل يا جماعة الأجيال ده هو ده شيء مهم جداً شوفوا كلام الكابتن الخطيب وهو بيتكلم على ثلاث نقاط مهمة تعرفوا شخصية الكابتن محمود الخطيب وتعرفوا شخصية النادي الأهل لما بيتكلم الكابتن الخطيب على إنه اللي شافه من مي ومن متابعته هو وخبراء النادي للسلوك الخلق الرياضة الكابتن الخطيب مش هيحط ثقته في حد ومش هيدعم حد ومش هيتحمل مسئولية تقديم كوادر للنادي الآلي من فراغ لا هو بيقول يعني بندقى كويس بندقى في الناحية السلوكية الناحية الأخلاقية الناحية الرياضية فلما يكون هذه المعايير التلاتة تجتمع عند الأنسة مية عاطف الكابتن يختارك ويديك هذه الثقة وانت أداه وإدود إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا بإذن الله